هاجم قادة الانقلاب في النيجر مجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا اكواس قبيلا عقاد قمتها لسيثنائية بابوشا عاصمة نيجيريا وحدر المتحدث باسم ما سمي المجلس الوطني لحماية الوطن في بيان مصور بثه التلفزيون الرسمي للنيجر مجموعة اكواس من اقرار ما وصفها بالخطة العدائية ضد نيامي بدوره هدد رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني من اي تدخل عسكري في النيجر وقال في منشور له على منصة اكس نحن جاهزون للدفاع عن انفسنا حتى اخر رمق ان الهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول افريقية اخرى بخلاف اعضاء اكواس وبعض الدول الغربية نريد ان نذكر مرة اخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا او اي مغامر اخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا اشتركوا في القناة